وهم يكملين مع نادي الزمالك واللي بيفكر في الاستغناء عن محمد إبراهيم لعب الفريق وعرضه للبيع أو للإعارة لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خصوصا أن نادي الزمالك عنده عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي بيلعبوا في نفس مركز اللعب زي أيمن حفني وأحمد رفعت وأحمد داودة وأحمد كبوريا وصلاح عشور وعبدالله جمعة والمستشار مرتدى منصور بيفكر بجدية إزاي يمشي أو يبيع أو يعير محمد إبراهيم من القلعة البيضاء خصوصا أن اللاعب من ساعة ما تصاب لسه مرجعش للمستوى المعروف لحد دلوقتي